السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا يا شباب عنوان حلقتنا النهاردة عن الفراخ البلدي هل تربية الفراخ البلدي نفس طريقة التربية الفراخ البيضة؟ يعني نفس طريقة اللعب أو زي ما بنقول كده يعني نفس الفلسفة وانت داخل مزرعتك بتمشي بنفس الدماغ ولا فيه فرق في التربية عن الفراخ البيضة؟ طيب ولو كان فيه اختلاف هيأتي منين الاختلاف؟ ما هو كان تكوت وعلف وهوى ومية يديك لحم يعني المعادلة معروفة وهنعرف النهاردة ان الاختلاف ده ممكن ان احنا نستفيد منه ماديا واقتصاديا احنا صميم هدفنا ان حضرتك بتخرج من الحلقة بتستفيد ماديا في نهاية الحلقة ده اهم حاجة ان شاء الله اللي هنحصل عليه لما تستفيد وتسمع الحلقة معانا للاخر لكن قبل ما نبدأ ما تنساش تنزل حالا في التعليقات تصلي على حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام وتشرفنا حالا بالاشتراك في القناة علشان يصلك انت كل جديد ويلا بينا حالا نبدأ على بركة الله الاختلاف بين البلدي والابيض ان الكاتكوت البلدي ما بيحتاجش اكسوجين زيادة زي الكاتكوت الابيض احنا عندنا الكاتكوت الابيض بينموا بسرعة في ظرف تلاتين اتبعين يوم بيكون وصل اتنين كيلو اما الكاتكوت البلدي بيستوي على نار هادية بياخد وقت كتير فعلشان كده مش محتاج اكسوجين كتير هنا الاختلاف ده هيفيدك انت بطريقة مادية بطريقة اقتصادية ازاي بما انك مش محتاج اكسوجين كتير فمش محتاج انك تهوي كتير مش محتاج ان انت تفتح المروحة وتزود التهوية كتير يكفيك مساحة اكسوجين تحافظ على الحد الادنى من التهوية طب ده هستفيد بيه ازاي ما انت لما مش هتهوي كتير مش محتاج تدفئة كتير مش محتاج تجيب هيطر او تجيب غاز او تصرف في البند بتاع التدفئة كتير بس اخد بالك انا مش عايزك تفهمني غلا الحرارة مزبوطة حرارة المكان متنزلش بس اللي هيوفر عليك ايه ان انت لما مش هتهوي بزيادة وطبعا التهوية برضو موجودة بس التهوية لحد الادنى وهتديك دلوقتي تركة او معلومة جميلة جدا هتخليك برضو محافظ على التهوية بحيث ما اندورش نفسها طب هل يا دكتور سامح مش ممكن قلة التهوية دي تعملي رطوبة على الفرشة ما هو انا مش عايز منك تكتم على الفراخ احنا مش بنقول ان انت تكتم عليه احنا بنقول ان انت متزودش التهوية زي الابيض ممكن شفاط او مروحة صغيرة تكفيك ليه؟ لان الكاتكوت مش محتاج اكسوجين زيادة لكن التدفئة مزبوطة الحرارة سليمة زي ما هي يعني اول ثلاثة اربعة ايام وصلت الحرارة لتلاتة وتلاتين حافظ عليها بقى ما تهوش بزيادة ليه؟ علشان الكاتكوت مش محتاج اكسوجين زيادة طيب النقطة التانية بقى ازاي احافظ على النشارة من غير رطوبة بطريقة زكية هقول لك انا معلومة جميلة خالف الرطوبة اللي بتيجي في الفرشة دي بتيجي منين؟ غالبا من فضلات الفراخ من السبلة بتاعت الفراخ لما الفراخ البلدي بتتزنق في مكان دي المخرجات بتاعت الفراخ فيها مية فبتعمل رطوبة وبيحصل ان السبلة بيترتب منك وتعجن وتبص تلاقي حتى لو انت مهو كويس لو المكان دي الأرضية اتبلت يبقى انا علشان اتفادى مشكلة الأرضية ما يكونش فيها رطوبة ما يكونش فيها بلل هوسع المساحة لكن مش هفتح تهوية كتير يعني هوفر غاز في سبيل ان انا هزود المساحة شوي تزويد المساحة ده بيخلي المخرجات او الفضلات بتاعت الفراخ تنشف بسرعة ما يحصلش ان هي تتعجن تحت الفراخ ويحصل رطوبة وطبعا رطوبة يعني كوكسيديا ويعني كوليستريديا ويعني امراض كتير جدا في الفراخ البلدي احنا مش عايزين نوصل له احنا قلنا قبل كده مفتاح سر نجاح الفراخ البلدي الجهاز المعوي يعني طول ما الارضية نشفة وطول ما العلفات نظيفة والسقيات نظيفة وما فيش مشاكل معوية انت كده زي الفل لكن علشان توفر في موضوع التدفئة ممكن ان انت بتزود المساحة شوية في سبيل ان انت تقلل التهوية شوية ده هيديك مستين انك وفرت في الغاز وفي نفس الوقت الارضية ما تبلتش تحت الكتاكيب وبكده نكون عارفنا التركة او طريقة التربية او زي ما بنقول طريقة اللعب اللي هو ايه انت فلسفتك ايه وانت بتربي فراخ بلدي المعلومة التانية بقى واللي هتوفر عليك فلوس اكتر الفراخ البلدي في بند الادوية اتعامل معاها كطب علاجي يعني ايه كطب علاجي يعني اذا ظهر مشكلة علاجها عكس الفراخ البيضة انت في الفراخ البيضة بتحط بقى مضاد سموم ورفع منع وغاسل كلوي ومنشط كبد وادوية كتير جدا ومضادات حيوية بشكل مسبق برنامج وقائي لا انا مش عايزك تستخدم كل ده في الفراخ البلدي انت كل المطلوب منك رعاية مفيش رطوبة في الارضية المساحة كويسة بزيادة سنة التهوية قليلة شوية عشان توفر غاز وكمان الفرخ ما يبردش منك نقطة الاخيرة الرعاية والنظافة والاهتمام اللي هتقدمه للفراخ البلدي ده هيوفر عليك الادوية المسبقة اللي انت بتعملها في الفراخ البيضة يعني انت في الفراخ البلدي ممكن ما تحطش ادوية خالص اهم حاجة يكون العلف صوبر للعلف الصوبر ده في فيتامينات وفي املح وفي كل حاجة علف صوبر يعني ايه؟ يعني علف الفراخ البيضة تقدر ان انت تغزي الفراخ البلدي لمدة 40 يوم بنفس سيستم وطريقة تغزية الفراخ البيضة اللي هو اول 15 يوم بادي بعد كده نامي بعد كده ناهي زي الابيض بالزبط وبالشكل ده انت مش مضطر للادوية الا اذا حصل لقدر الله مشكلة لو حضرتك جيت حسبت اخر الدورة لو 10.000 كدكوت بلدي لو ما مساكتش ايدك في الدواء ممكن يزيد معاك التكلفة اقل حاجة 10.000 جنيه يعني ممكن الكدكوت يزيد جنيه في الدواء لو انت ما مساكتش ايدك مسكتك للتكلفة دي هتوفر عليك 10.000 جنيه انت اولى بيوم جيبك وعيالك اولى بيوم ما تضطرش ان انت تصرف في الفاضي اما في الكدكوت الابيض الفراخ البيضة لا احنا بنصرف بشكل وقائي علشان العشر تلاف جنيه اللي بنصرفهم بزيادة ادوية دول بيوفروا علينا عشرين وتلاتين الف سعر البورصة بيعوضنا لكن الفراخ البلدي ها مش الربح بسيط جدا يعني ما تقدرش تكسب في الفراخ البلدي الا ازا يا ربيت كمية كبيرة وطبعا توفر في الادوية لكن في الفراخ الابيض ممكن متين كدكوت ابيض يكسبوك الفين جنيه متين بس لكن مش هنفعت ربي متين كدكوت بلدي مش هتكسب حاجة الهامش خفيف ضعيف فانت مضطر ان انت تزود الكمية وكمان تمسك ايدك في التكلفة في الحالة دي بتيجي اخر الدورة بتبص تلاقي نفسك ايه ربنا كرمك ورضاك ومعاك فلوس تقدر ان انت على الاقل يا اخي لو السعر البورصة ما زبطش معاك على الاقل لو الناس كلها خسرانة انت لميت لميت فلوسك ليه لانك موفر على الاقل عشر تلاف جنيه في الادوية مسلا يعني وبكده يا شباب نكون خلصنا حالة النهاردة عن طريقة تربية الفراخ البلدي وايه هو الاختلاف او الفرق بينها وبين تربية الفراخ البيضة وكمان نقطة الادوية احنا في الفراخ البلدي ما بنستخدمش الادوية الا بشكل علاجي مش طب وقائي يعني ازا حصل مشاكل عالجي عم ما حصلش وانت مهتم بالتهوية والحرارة والنشارة والارضية والنظافة اللي انت اللي انا بتكلم فيها اه خلال الحلقة صدقني مش محتاج ادوية خالص غير طبعا التحصنات اللي لازم منها علشان تحميك من الفيروسات في نهاية حلقتنا يا رب اشوفكم دايما في خير واحسن حال كان معكم الدكتور سامة عسل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة